بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم وأرحب بكم في الوحدة الرابعة من وحدات شرح مادة مصطلح الحديث وكما تعوذنا في أن نبدأ كل وحدة بهذه الشريحة التذكيرية التي تذكرنا بالوحدات التي تتكون منها هذه المادة الوحدة الأولى في المقدمات وقد مضى شرحها وبيانها وكذلك الوحدة الثانية في بعض التعريفات الأولية والوحدة الثالثة في تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار طرقه وقد مضى شرحها وبيانها واليوم سوف ندلف إلى الوحدة الرابعة ونتحدث فيها عن أقسام الخبر باعتبار قائله ثم سيأتي بعد ذلك بقية الوحدات تباعا الوحدة الخامسة والسادسة وفي كل منهما تقسيم جديد للخبر وكذلك الوحدة السابعة ثم نختم بالوحدة الثامنة لا بأس في بداية هذه الوحدة الرابعة أن نلقي الضوء على المحاضرات الست التي سوف تتكون منها هذه الوحدة وهي في جملتها تتكلم كما قلنا عن أقسام الخبر أو أقسام الحديث باعتبار قائله أو باعتبار من أسنداء إليه سنتكلم عن القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار قائله وهو الحديث القدسي ثم في المحاضرة الثانية سوف نتكلم عن الحديث المرفوع ثم في المحاضرة الثالثة سنتكلم عن الحديث الموقوف ثم في المحاضرة الثابعة سوف نتكلم عن الحديث المقطوع وهذا الأقسام الأربعة كما سيأتي بعد قليل هي أقسام الخبر باعتبار قائله ونظرا لأننا سنتعرض إلى الكلام على الحديث الموقوف والحديث المقطوع فسنتكلم في المحاضرة الخامسة عن ما يتعلق بالصحابة وفي المحاضرة السادسة وهي خاتمة المحاضرات في هذه الوحدة نتكلم عن قضية التابعي هذا عرض مجمل لما ستشتمل عليه هذه الوحدة بمحاضراتها الست فنبدأ في النوع الأول بعد أن نبين أن الخبر بالنسبة إلى قائله أو بالنسبة إلى من أسند إليه ينقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول هو الحديث القدسي والقسم الثاني هو الحديث المرفوع والقسم الثالث هو الحديث الموقوف والقسم الرابع هو الحديث المقطوع نبدأ بالقسم الأول وبالحديث عنه هو الحديث القدسي فنقول أما بسبب الحديث القدسي ففيه عدة مسائل المسألة الأولى تتعلق بتعريف الحديث القدسي تعريفه من حيث اللغة كلمة القدسي هي نسبة إلى القدس أي الطهر والقداسة هي الطهارة كما في القاموس أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية ولكون منسوب إلى الذات القدسية والمقصود بها الله تبارك وتعالى فسمي ونسب بهذه النسبة وقيل له الحديث القدسي أما تعريفه في الصلاح المحدثين فهو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل بصيق سيأتي بيانها وشرحها هذا هو الحديث القدسي المسألة الثانية وهي ما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن فنقول ذكر العلماء عدة فروق بين الحديث القدسي وبين القرآن لكنها سنقتصر على ثلاثة من أشهرها الفرق الأول هو أن القرآن الكريم لفظه ومعناه عن الله تبارك وتعالى والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم الفرق الثاني أن القرآن يتعبد بتلاوته فيتلى وبحروفه أجر ورد الكلام فيها في عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ويتعبد به في الصلاة وما اشبه ذلك بينما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة الفرق الثالث أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر أما الحديث القدسي فلا يشترط في ثبوته أن يكون متواترا المسألة الثالثة وهي عدد الأحاديث القدسية الأحاديث القدسية بالنسبة إلى عدد الأحاديث النبوية في الجملة ليست كثيرة وإن كان بعض العلماء ذكر أنها كما قال المؤلف تزيد على المائتي حديث هكذا قال صاحب الكتاب والحقيقة أنها قد تصل إلى الألف حديث كما ذكره بعض العلماء المسألة التي تلي هذه المسألة وهي المسألة الرابعة وهي ذكر مثال على الحديث القدسي من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روا عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ظال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إلى آخر الحديث هذا الحديث هو حديث قدسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه قال عن الله تبارك وتعالى أنه قال فنسب هذا الحديث إلى الله تبارك وتعالى فهذا هو الحديث القدسي وهذا الحديث كما ذكر العلماء هو أشرف حديث لأهل الشام وقد تفردوا بروايته المسألة الخامسة وهي صيغ روايته أي الألفاظ والصيغ التي يروى بها الحديث القدسي الحديث القدسي يرويه الراوي بإحدى صيغتين الصيغة الأولى هي أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل هذا الصيغة الأولى فيبدأ بنسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى فيما يرويه عن ربه عز وجل الصيغة الثانية أن يبدأ الرواه فيقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان الصيغتان يروى بهما الحديث القدسي وراو الحديث يروي هذا الحديث القدسي بأي صيغة شاء من هاتين الصيغتين نختم الكلام على الحديث القدسي بذكر أشهر المصنفات فيه وقد ألف فيه العلماء مصنفات عدة لكن من أشهرها كتاب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الغؤوف المناوي صاحب فيض القدير على الجامع الصغير جمع فيه المناوي ما يقرب من 72 و 200 حديث وهو كتاب مطبوع بهذا نصل إلى نهاية الكلام على النوع الأول وهو ما يتعلق بالحديث القدسي والله أعلم وصلى الله عنه بنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته